اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول ما نفيقوا بهم نفيقوا باعراض احنا من فقر الدم الاكثرية العبدي فيق اللي هو تعب اللي هو ساعات عنده جيع تراس تنجم تعطي زيدا شوية دوخة العبدي نجم يحط على حاجات اخرى نجاجع العبيد بش تعمل تحليل بش تفهم تباعة الاعراض هذية واللي هي الاكثرية واغلبية الوقت تبدأ معنتها متشخصة بفقر في الدم نقاولي مجلوبين عند المرأة اقل من 11.5 وعند الراجل اقل من 13 وقتا نجمو نحكيو على فقر الدم هو جيني غالبو انسي عرض اكثر من رجال الفقر الدم هو فقر الدم لاكثرية نقاوله عند انسي اولا انسي عندهم طريق شهر اللي هو فيه برسة سين يومان دونك هذيك عليش يفقرهم الدم حاجات اخرى نقاول الحبيلة واللي داي فيما برشة نسي بعض الحبيلة يتمتاحهم سيختو كين ما يتلهيوش بالفترة اللي بعض الحبيلة يقعدوا ديما نقسين شوية في الدم فقر الدم دكتورة نعرف بفقر الدم مربوط بالميكلة متاعنا فهمة فقر الدم مربوط بامراض معينة احنا بش نحكيو لهم كان على فقر الدم اللي مربوط بالتغذية هكا وإلى ذي اي احنا بش نحكيو على هذيك على خطر كثارية فقر الدم اللي مربوط بالامراض اللي عبيت تكون واعية به وتعرفه ومعنتم شخص وطبيب مختص ويتبع فيه ما هوش حاجة اللي العبد من خلال التغذية اكهو ينجم يسلحو احنا اليوم بش نحكيو على فقر الدم اللي النجمو احنا من خلال حتى في السيامة متاعنا النجمو نسلحوه وإلى النجمو نسومو به ولهنا مع انتهام اللي العبد زيدا يفهم وقتاش النجم يسوم وقتاش مش لازم عليه يسوم مع فقر الدم وقتاش وقت اللي هم حاجتين يا أما كان فقر الدم أقل من تسعة وإلى ثمانية في اللي مجلوبين وإلى نقوله احنا مالتو لغي معتالعبد ما عادش نجم يمارس حياته العادية يخليه التعب ما عادش نجم لا يقوم لا يخدم ما حياته العادية تا كل يوم ما نجمش يمارسها وقتها راهو العبد معنتها الأحسن حاجة اللي هو وقتها ما يسومش بيه هيت نمشي ونحكيه على الفقر الدم المربوط بالتغذية أشكو تغذية متاعنا غالطة هي اللي تتسبب في فقر الدم ولا شنو العلاقة ما بينتهم الزوز بيه هي فقر الدم هي مكلتنا مش الغالطة مكلتنا النقصة هي اللي تتسببنا في فقر الدم وأغلبية أغلبية الوقت تاقة زادها حاجات متناقضة معنتها ناكلوا مليح وتاقة تغذية متاعنا غنية ونعملوا حاجات متناقضة اللي تخلي يصير فقر الدم اللي ربحناه خسرناه اللي ربحناه خسرناه واللي هم مثلا توسعته في رمضان تايل أخضر والقهوة اي شخصو طول في جرة الميكلة احنا طول في جرة الميكلة العبيد الأكثرية هي القهوة في جرة الميكلة تاقاه العبد ناقصته كل موقع بتاع الكافيين طول يبدأ يلوجع لقهوة الكحلة نجمو بهذاك العبد يلقى حاجات أخرى مثلا نجمو راهو التايل الأحمر كنت خيغمان للتايل الأخضر ما فيهش السبستانس اللي هي اسمها تانا فيها أقل برشة لخطر خمر شوية التايل الأحمر والذي ما يعطيش نفس خلينا نجمو نمتصو الحديد في الدم نجمو زيدا في عوض القهوة نجمو ناخذو ترايف كاكاو ترايف كل شوكولاتة نقولو أحنا قهوة شوكولاتة في عوض قهوة كحلة باش العبد يتجانب يتجانب فقر الدم باش نكاملو نحكي ودكتورا عالموضوع متاعنا اليوم جوز نعود نفكركم الموضوع عن اليوم هو فقر الدم والسيام وحضر بحدنا دكتورا وفي سعي طبيب مختصة في التغذية مرحبا بثليفوناتكم على ال 31 33 80 الف البلزمو دعنيلو نحكي على فقر الدم والسيام وحضر بحدنا دكتورا وفي سعي طبيب مختصة في التغذية مرحبا بثليفوناتكم على ال 31 32 3800 كما يحب نحكي طوما باللعباد اللي يقول لك بياهي أنا نحب نصالح فقر الدم وانحب فقر الدم ما عندي شكون عندي فقر الدم شنو مالماكلية التي يزومي نناكلهم واللي نجم يعطيوني الحديد اللي بلوزما هو اللي بشي عاونه أنه نصلحه المشكلة هذي هو فما الحديد وفما زيد الفيتامين فما فيتامين بيدوز وفيتامين بي نوف هذي أغلبية الميكلة اللي لازمنا معمت هالطباق متاعنا يكون غني بهم وموجودين في الميكلة متاعنا خاصة في شهر رمضان اللي نعرفه احنا العبد في قد نهار كامل صعيم بعد لازم حاجة ملازموا عشيه يكون فيه لحم أحمد نحب ولا نكرهو العباد اللي ناقصين اللي عندهم فقر في الدم راهوا لازمهم اللحوم الحمراء لازمهم الكبدة بأنواحة نجم تكون راهي كبدة تجيج كبدة تجيج يعطيك سحا احنا خطر نمشيوا فيه ساعة للحاجة الغالية وهو ساعات راهوا تقاهم فيه حاجات أقل برشة من هكا وصوم مقدور علي وصوم مقدور علي والعبد كما قلت زيدا في رمضان مش بشي ناجم كل يوم لحم حمراء خاصة لي هي مش منصوح بها في حاجات أخرى يناجم زيدا العدس يقا فيه برشة حديد يناجم يقاه في اللوبيا في الجلبينة في الحمص مع انتهراه ما نلقاوش كين في الحم تفغي نلقاوه بكمية هيلة في لحم الحمراء مرانا نلقاوه زيدا في الخضراء الخضر الخضراء نلقاوه زيدا في الفلفل مع انتهراه نلقاوه في حاجات أخرى حاجات الخضراء فما زيدا اللي احنا نقولولهم الدبيبش اللي نحطوهم في الشربة رهم هيدوكم زيدا غانيين برشة بالحديد اذا كان مثلا مبيحد يحب خطرحنا ندعم سنقول تاكل حمو خضراء اذا غنعتوها كابلوزو مو التباق كيفاش ناجم يكون ويكونوا خالي نقولوا احنا ويكون غاني بالحديد اكتر طباق اللي هو طباق تونسي معناتها والي احنا بتدخب عدنا شوية عليه هو مرقة الخضراء كل المرهم فميش دوي قد مرقة الخضراء ودوي البارشة حاجات ومن الحاجات هذومة فقر الدم فقر الدم العبد اللي بغي ماه معنطا يحب يسلح يسلح فقر الدم فميش خير من مرقة الخضراء بتاعنا احنا وهي مش حاجة معنتها صعيبة بش تتعمل نجم وزيدا مثلا الروز الجربي نجم ونحطو فيه في عوض الحم نحطو الحم احمر ونحطو شوية كبدة جيش جي راهي ماهيش حاجة ليه بالحق موش في بتدخب موش في الغسات متاع الروز الجربي اما راهو كي تتخلط بالخضراء وكل جي بنينة ودي غنية بالحديد اذا كنا نحبو نصلحو فقر الدم متاعنا بالدوي دكتورة كيفيش نجم يسير خاطر جاني غالما وفا مع بيد مثلا نتلقاها تحس شعرها طايح بوجهها كمسة صفر شوي تقول لك أنا عندي فقر الدم مش ناخد الدوي على روحي اين شوف هو فقر الدم راهو ما نجموش من اعراض اكاها ونقولوا راهو عن فقر الدم صحيح هو التبيب يشخصهم بالاعراض معنتها تجي تعدي عند التبيب بش تقولوا راني كينات لعند روج جديد راني ولي تنلاهذ راهو عند عبد صغير ما عندوش امراض اخرى راهو لازموا معنتها لازمنا وقتا نعملوا تحليل ونفهموا بالتحليل اللي هو عندو فقر الدم بعد فقر الدم راهو تغذية مي راهو زيدة راني نعطيوه دوي معنتها لعبد انت وشنوها تبيعة فقر الدم مش نعطيوه دويات مختصة خاتر فوما باش عبيد دكتور عيش تقلت كينا قوت لك هي تحس روحة تفا باتمشي تاخد دوي على كيفة وديكم بليمونتر على كيفة ناخذوهم على كيفنا ولا لازم نستشيرو تيو خاتر فوما دي كمبليمونتر ناجم ويطولي ناخدوهم بلزو ما وحد هو الاكثرية راهو حتى كي باش ناخدوه لي كمبليمونتر دي ما ننصح اللي العبد يخو نسيحة السيدالي فما حاجيت راهو زيت تاخدو فيهم معنتها خاصة المكملات الغذائية راي غالية مثلا العبد مش باش يقوم من راسو يخو في حاجة دي ما الاستشارة صوات طبية وإلا حتى السيدالي ناجم يقول لك راهو مثلا عاو مثلا عتيك الكويفة راهو يعاون باش العبد يمتس الاحديد راهو بدنك يعاونو الكويفة باش تمستس الاحديد معنتها انتي تعمل صحن اغني بالحديد وتاخو المكملات الغذائية اللي هي مثلا كي ما قد لك الكويفة اللي خلي الاحديد يسوفيكس يساب صح بخير مثلا زيت الفيتامين سي الفيتامين سي العبد راهو الناجم يخذها كمكامل غذائي من ناجم زيت راهو كعبة بردين بعد العشاء به زيتا خير ما نشوف يسقاهو ياتيك الصحة ياتيك الصحة دكتورة مازلنا مش نكمل ونحكيه معاك على موضوعنا اليوم اللي هو فقر الدم والسي محاضرة بحضرنا الدكتورة وافيس عاي طبيبة مختصة في أتاغذي مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف نبدأ مع أول تليفون معنا ألفا من تونس مرحبا بيك ألفا مرحبا يا حسين الله مرحبا يا تفضل نهار تلاحظ نهار تلاحظ شما وصار سمحني نهار تلاحظ شما وصار سمحني نهار تلاحظ نهار تلاحظ شما وصار سمحني ونهار تلاحظ شما وصار سمحني ومعامتها كان هي عارفة روح عندها فقر الدم ومهيش قاعدة تاخد في الدوية متاحة خاصة مع رمضاني ولي معادش من تضمين ماخت الدوية متاحة لأنه لا يزيد نقص في الماكلة ولا يزيد واها ما هيش تاخذ فيه وقتها لحق العبد حتى الصحته لازم يفتر خليش روحوا لين يوصل يدوخ باي هاتيك سحا إن شاء الله بللطف عليك مدام ألفا نمشي المحمدية معنا سامية مرحبا بيك سامية عسليمة عسليمة مرحبا سامية تفضل اه يعيشك اه انا عندي اه لكثورة عندي اه عندي فقر الدم اه حللت ولكل اي اه بو ما والله اه رمضان اه معنتها رمضانيك لي شيت ورمضان معنتها تعبت شيء معني رمضان السنة حتي تروحي لباس ولكل قاعدة صايمة شنين هزا لين قلقتني دكتورة عندي يجيع فراسي من تالي والثاني يبا يحرق فيه ولكل اه ما نشعفة اسكم من فقر الدم وإلا لي ورني من اه ناختي في زيتانين بيدوز وعندي ذريقة كل شهر نعمل فيها اه ماذا هو اللي حبي تقوله وجاتني اه انكتت ديتريسيون قاعدة ناخد في دواياتهم وتع ديتريسيون اما نعرش اسكم وما قاعدين يأسروا عالدوالي ناخد فيه فقر الدم وإلا لي اه ماذا هي تجاوبوها دكتورة اي والوجيعة اللي في راسي من تالي دكتورة حبيت نعرف اسكم من فقر الدم وإلا لي هكا في النص اللي صار متاع راسي اه مه هي وجيعة الوجيعة الراس من اعراض متاع فقر الدم اه مالحق كي تبدأ هكا نسميوها احنا اميك خانينش معناتها معناتها اشترك هاو نص اكا هاو تظهر اكثر متاع ميغان ومتاع نقش كثيرا في طعام شقيقه وي ناجم ويمانيود المحاير المحاير التي يعتمد على ك والناجم تكون حاجه اخرين محيرتك الله يعني يتحلك السكر ناقصة ماء معناتها مكش تروي في روحك بالكدي في بعض شقان الفاتر عليش احنا حتى في فقر الدم نقولوا راهوا العبد الأعراض اللي موجودين في فقر الدم ماذا بيه العبد يتجنبهم حتى بحاجات أخرين شو معنتها؟ معناتها ما تخليش وجيعة الراس معناتها العبد مثلا عليش من بكري قلتلكم ما راهوا بالحق العبيد اللي تنقصهم القهوة تجم تعمللهم في ساير ليم وجيعة الراس العبد وقتا يولي هل وسوي قول بالك شيء من فقر الدم إلا انتي مواظبة على دوياتك ولا انتي آخر تحليلك وقعد التبع على روحك فماش عليش يكون من فقر الدم سامحي قصيت عليك مايفوت ليش التسعة مايفوتش التسعة مرة واحدة وصل لي عشرة فاصل صر واحد أما انتي عايش بيه هكا من تسعة لله والله عايش بيه الحمد لله والحمد لله معناتها مغير مغير الدويات مغير الدويات أما إيجا نقولك انتي من تالك عايش بيهو تبع في الفقر الدم متاعك اللي هو سبيسيفيك مع انت انتي ناقصة 1 دي فيتامين دونك هذك هذك عليش عندك الفقر الدم العبد في رمضان يحاول الحاجات اللي بيش تعب وكل يتجنبهم مثلا بعض شقان الفاتر اولا شقان فاترك ماذا بيك حاجات اغنية بالفيتامين بيدوز مدامك انتي هذك الفيتامين اني ناقصتك ومن الحاجات اللي فيهم برشة فيتامين بيدوز نتصورك انتي من تالك مرض مزمن رك تعرفهم شوية اللي هما العظم اللي هما البيضاء والعظم يعطيك السخة شوية الجبونات الجبونات اللي تناجم البن اللي الحليب حاجات كيما هاكا وبش تتجنب وجيعة الوجيعة الراس بعد شقان الفاتر ما تاخوش قهوة ولا ما تاخوش تاي اخضر رك تعرف انتي اللي هو يناقص من امتصاص الحديد يعطيك السحة لاجم تاخو راهو في عوض هذكا تعملت رايف شوكولاتة تنقص راهي برشة في وجيعة تعملت ذوب شوية شوكولاتة كحلة وتحطها مع شوية حليب وإلا تاجم تعمل تاي احمر ماذا؟ يا عايشك دكتورة ربي فضلك ربي فضلك عايشك سيامك مقبول لله عايشك ربي فضلك عايشك عتيك صحة مدم سيمية يقولوا دكتورة اللي نجموا ونشربوا القهوة وتايمة بعد ساعتين من الميكلة في الزابل ولا لي؟ هو حتى أكثر شوي خلال الديجيستيون تصير والامتساس متاع الحديد يصير على قاعدة العب دي نجم راهو بعدي اما دي ما نحب نحاول نلقاو دي زالترنتيف باش لعب ما يقودش كل دودة القهوة ولا كل وجيعة جست بعد شقان الفتر يلقا لها حل اخر بيكه يستفتح بالقهوة تعمل بجذر وعلا لي؟ صامش كوني يستفتح بالقهوة ان شاء الله ما يكونش عنده فقر في الدم حتى كي كلاي زي ده من طريقه حاجيت ماتخليش بكل حديد الامتساس متاع متاع الميتامين و متاع الحديد اي أمتك صحة دكتورة نمشي والسوسة معانا سوسن مرحب بيك سوسن بحنور وحنور مرحب بيك ومارحب بسوسة تفضل في فضلك يا عايشة كهيجر وما رحضي بالدكتورة بالله أنا حابت نسأل أنا على بعض أنينيك جي ما عندي الغزار ومتاع الفيغ طايحة للأخر في كل تحليل نعمله وكل مدة هكا نعمل لان تخيط موان تخيط موان تخيط موان تخيط وكل في رمضان لحقيقة أنا طوى أنصاد في رمضان كنت معناها صمت بالجدي المدة الأولى كنت في الرابع وليخ في تخيط موان تاعي والحمد لله لدي كتخlayت في الخامة وأرغم أننا أتعرضون ضائفينه وقدوت أخatonASS لنعمل معنات و видите لذي صديق ناجم تم تبثير 화장فيย والحمد للشيخ أَرغم أنني أرغم أن يحكي نفسك بخيط موان يأكلها كما تخيط لا أعتقد نعمل ما سيكون لذي صديق فيه هو في حالة الحمل خاصة في الدزيام التريميستر احنا رهو ما نحبزوش برشة السيام في الدزيام تريميستر عليش خاطر المرأة وقتها عندها حاجيات يكبروا برشة صغير في البرياد متاع الديفلوبمان كبيرة وليذي انتي مستحقة برشة فيتامينات مستحقة ميكلة أغنية برشة بالحديد عليش هما يعطيوا سيستماتيكما لكمبليمان المطاع اللي فيهم الحديد ولي فيهم الاسيدفوليك اللي هو البنوف والحق ما ننصحوش بالسيام للمرأة الحامل لازمك تفهم اللي معنة التغذية اللي انتي تقعد تتغذى فيها رهو جنين في جسمك وهو حاش تزيده بتغذية وتغذية يزمها تكون مت كاملة ويزمها تكون كل أربعة سوية لازمك كل أربعة سوية بش ما تتعبش بدنك وبش تخلي روحك زيده تكمل إن شاء الله لحبيلة متاعك على أحسن أي ما يرام إن شاء الله رب يوصل بسلم سوية إن شاء الله عايشك عايش كاتك ساحة لي خليك دكتورة أشكو سحيحة للعبيد اللي عندهم فقرنا ممنوع عليهم يرعبوا سبور لا مهوش ممنوع يتعبوا أكثر من غير هم يتعبوا أكثر أما راهو كل حاجة العبد ينجم إلى دابت حتى سبور معناتها ينجم يعمل معناتها السيانس متاعه أكثر توكل نحكيه في رمضان راهو كأي عبد إذا نجم يستيم راهو ينجم يعمل سبور ديما ننصح العبد آخر ساعة قبل شاقان الفتر ينجم يعمل فيها سبور وإلا بعد شاقان الفتر بعد شاقان الفتر وقتها يتولي بعد بساعتين بعد ما العبد هذا وارتح شوية وسوخطو روي بدنو بالكدي ينجم وقتها يعمل اكتيفيته سبورتيف أما راهو العبد اللي عنده فقر الدم راهو يعيش كأي عبد شنو لازموا مكلته يزيد فيها أكثر حديد وأكثر فيتامينات مثلا للعباد اللي تحب تمارس تمارس معناتها رياضة وهو عنده فقر الدم كما قلت لك يعمل عشاء اللي هو يبدأ غني بالحديد ياخو معهم كعبة وإلى زوز كابتين بوركديل وبعد بساعتين يمشي يعمل على روحه والرياضة ما فيما حتى مشكلة باي نتيك صحة دكتورة دكتورة أسكو صحيح اللي فقر الدم عند الراجل أخطر من الفقر الدم اللي عند المرأة شوف تاو بش نضحكك شوية خات المرأة كن هي تبدأ عندها فقر الدم مثلا ثمانية تلقاها قايمة بكل شيء مش متقلقة من الثمانية في الفقر الدم ثمانية فقر الدم عند الراجل ينجم يشد عليها الفرش هو هذية راهي معانتها كاغيتك كاتيوغال باش نفسره اللي بالحق لمرأة عندها انتوليغانس أكثر من الراجل في الحكيات هذو ما عليش خاتر بدنها ستينس بالطريق الشهر بالحبيلة اللي هو نيقص شوية في الدم مش كما الراجل الخطورة هي نفسها كما قلت لك الخطورة راهي انتش والعبد كيفيش يلبع توليغي كيفيش بشي تحمل فقر الدم فمعبيد متعايشة كما المرأة اللي كلمتنا من بكلي متعايشة بيه هي عايشة بتسعة وعشرة عايشة بيه وبدنها ستينس بكل تسعة والعشرة في الأنيمي وبرش عبيد راهما عايشين حيات عادية شبه عادية فمعبيد اللي عشرة ايموغلوبين وماينجمش يتحرك انتي والتوليغانس العبد لازم يسمع بدنو ويتجيوب مع بدنو وكل واحد راهو نجمش نقيسوا معنتها كما قلت لك راهو التحليل حاجة والعبد اللي يقدمك حاجة اخرى ساعات بالحق راهو يجيك تحليل تقها ثمانية ايموغلوبين معنتها هي نورما ما وقتها رايش دالفرج هو اي فقر دائما عند المرأة يمكن ظاهر السبب ما يمكن عند الراجز ما يزدون فرقسه اكثر خاطر نورما الموم ما فاميش عليش هو اي فقر دم راهو اي فقر دم راهو لجمو التشخيص مش معنتها راهو عندي فقر دم اكها اي مش مشكل لا راهو اي فقر دم عند معنتها اذا تعمل تحليل والقينافة ما ايموغلوبين راهو ما فاميش التبيب مش بش يقد البوس بش يفهم منيش اذا هو معنتها كما احنا نقوله فيزيولوجيك معنتها من حالة عادية وقتها نتعدي هاو كمبليمان اليمانتر نعطيه الفير اتترا اما راهو ديما التشخيص موجود يزمنا نشوفو كين فما حاجة قاعدة كين فما نزيف كين فما فما انوت ركوز يزمنا نلقاوها بي ياتيك ساحا دكتورة نمشو الويد الليل معنا مريم مرحبا بيك مريم الو الو بي ذهبت مريم وما سوف تعود سينو احنا هيت ان حوصلولهم دكتورة بلوزو ما شنو وقلنا شنو حاجات اللي زمو يشدوهم في روسهم خليهم قولوا احنا باش يكملوا رمضان على خير وحتى بعد رمضان يشدوا الرجلة ويسترجعوا لصحة متاحهم فيما يخص موضوع اليوم انه هو فاقر دامو السيام فاقر دامو السيام احنا اللي مبكري حكينا فيه للعبد لازمو بعد شقان الفتر لازمو يحاول يراجع معانتها اللحديد متاعه والفيتامينات اللي هما يعاونوا لهالليموغلوبين هذية باش تتصنع يخليهم في الصحان متاعه ديما موجودين اللي هما بكري حكينا اللحوم الحمرة الكبدة الكبدة راهو ديما نقول بأنواحة البقول مثلا منهم اللوبيا اللوبيا الخضرة راهي بها برشا فما العدس فما الحمص فما جلبينا وعليش احنا نحب نقول مانت العبد راهو ينجم في في ماكلته في شقان فتره يكون عنده اوكلت تونسية اللي هي غنية بالخضرة راهو عنا بارش حاجات في ماكلتنا غنية بالخضرة اللي هما مثلا نجمو نعملو كفتا نجمو نعملو كيما قلت لكم من بكري مارقة خضرة تبيخة شبتية حاجات اللي هما فيهم برشا بقول وفيهم برشا خضرة هذوما حاجات يعاونونا باش نخليو ديما الحديث موجود في بدننا بصفة عادية اللعب ديما يكون عنده حاجة فيها 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 فيتامين سي الفيتامين سي هي البركدين نلقاوه ما نلقاوه زيدا في اللوس نلقاوه في الفرس نلقاوه في الفلفل في الفلفل الأخضر عليش ثلاثة من شوية في الطاولة بيه يا برشا وقتا مش نحكيو زيدا على على ريجيم وعلى والضعف والذي ما ديما قاوه ميزين ما بيناتهم ولعب ديقاء انا كي ليبغ في ميكلته اما والله كي نرجعو الميكنتنا التونسية نقولولهم الميكلة المتوسطية الميديترانيين راهو ما فميش غيجيم صحي اكثر من من ميكلة البورتوغو الميديترانيين المهم تكلم بيق بعدها معناه مش كم بيق بعدها بخضرتها بزيت زيتونا اللي ماذا بيكم ديما زيت زيتونا راهو نايم وهوش نطيبو به محطو بالصوم متاعه توا حاجات اللي مستنسنا بيهم ولي توا ياسر ولينا بعدنا عليهم ولينا نحبو هولازاني هوا حاجات اللي هما ما همش مهمش من ميكلتنا احنا مهمش تحيين باش هالحرق متعالم تعمر بعد قضي تعتير شهوة نانجعل مريم راجعلتنا من ويد الليل مرحبا بيك مريم مرحبا بكم. مرحبا بيكم. مرحبا مريم تفضل. اه عايش. انا حب نسئل دكتور. اه عندي شكون معتها في العائلة قريبة كيكا. اه تفضل صغير متاع عمر ثمانية سنين. اه عنده معتها اه لانيمي. اي. ومعتها بخيف. هتا الفامين متاع الممور بتاعه. معتها خاليتي. اه كلهم معتها عنده لانيمي. اه معتها فما ويراتها في لانيمي ولا لي. اه. ونحب نعرف اشنا معتها العادية هكا متاع التغذية. في اه معتها لدي اه انسان كبير. اه وفيين ازكنها جميسهم ولا لي. وتأثيره معنطها على مرضى فقط. بيه هو العام الكبير اذي عنده فقر دم. طيب. با هي نجاوبها دكتورة على دفل الصغير وبعد. على دفل الصغير اه انتي وشنوها معنتها اه شنوها سباب متاع فقر الدم. اه خاطر كما قلنا من بكري فقر الدم اسباب كل كل معنتها كل لازم تجيمة تشخيص ولازم نفهموا شنوها سباب. فما اسباب ويراثية. وهي دوكم الكثير يا عبيد تقد معنتها قولوا احنا مرض مزمن وبش يقول دحيته كل يحطي عند طبيب مختص ونعمالما يبدأ يكون عنده زادة علاج. علاج لنعمالما مش حاجة بش يخذها اه طول العمر. ما يخذها كما نقولوا احنا بار بريود بار كور. اه وهذاك وقتها ويكون ويراثي. فمت اه موجود امراض ويراثية اللي هي تتسبب في فقر الدم. ما كيما قلت لك دي ما يجبنا نعرفوا شو اسباب بش نقولك ويراثي وإلى لي. كان هو مثلا نقص في الميكلة. رهم هو شو ويراثي. اما اكثر منه شو شنقولك اللي زابيتودة المانتاغ متاعوا. معنتها تغذية متاحهم العائلة لكلها ناقصة في الحديد. بي. بالنسبة للشخص الكبير اللي حكيتها شخص الكبير اللي عنده فقر الدم. انتي والفقر الدم كيما قلت من بكري راهو العبد اذا هو متعايش معاه. ايش معنتها؟ اذا هو ينجم يقوم يخدم. عنده حيات عادية راهو ينجم يسيم. ما فماش عليش ما يصومش عندها رمضان. وبعد كيما قلت لك بعد شقان الفتر بش يك الماكلة كيما في سيير ليم لازم يزيد عليها الحديد متاعو. كيما في شقان الفتر يبدأ يكون عنده ماكلته تكون غانية بالحديد وبالفيتامين كيما قلنا بيدوس وبينف. بي. يعطيك صحة دكتورة اللي يخليك على توضيحات اللي قدمتهم من اليوم كنت بحدينا الدكتورة وفي سعيد. طبيبه مختصة في التغذيش ويخي بحدينا مادام مريم زيوب. بش نحكيه على نظام الغذائي للأم الام المرضعة في رمضان. كنا عندك حاشها بتقولها دكتورة. سيامكم مقبول. ان شاء الله في صحة جيدة. وبركة لو فيك. وان شاء الله في عودة. عايشيك. يعطيك صحة لها ليك دكتورة. دونك مدى بعدوش بايد هنا رجعينا. موسيقى 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 موسيقى